دائماً بسم الله نبدأ نواصل شرح مقرر تنظيم حاسبات 2 ضمن مواضيع الباب الأول بعنوان Central Processing Unit ننتقل إلى الموضوع التالي Chapter 1 Lecture 14 Addressing Modes أو أنماط العنوان وهي طرق الوصول إلى الأبرانس المختلفة المستخدمة في الحاسبات السؤال ما هو عنوان الأبرانس أو البيانات التي تجرى عليها العمليات هناك أنماط مختلفة للعنوانة بها يتم الوصول بطرق مختلفة إلى الأبرانس هذا هو موضوع هذا الدرس سنعرف فيه Advantage of using addressing modes لماذا نستخدم أنماط مختلفة للعنوانة سنعرف فيه بعض التعريفات المهمة في هذا النوع إذن نبدأ بـ Advantage of using addressing modes لماذا من الجيد أن يكون هناك أنماط مختلفة لنعنوانة في الحاسبات؟ أولاً هذا يعطي المبرمجين خصوبة إذا صح التعبير لأنه يوفر لهم إمكانيات مختلفة زي المؤشرات في الزاكرة أو زي إعادة موضعة البرامج أو إعادة وضع البرامج في أماكن مختلفة إذن addressing modes gives programming versatility يعطي خصوبة في البرمجة أو حيوية أكثر كيف؟ المقصود أن استخدام الادرسing mode يزيد من حيوية البرامج ويعطيها إمكانيات أفضل الفائدة الثانية reduces the number of bits in the addressing field of the instruction إذا كانت العنوانة لها نمط واحد فقط فزيادة عدد العنوانين دائماً يحتاج زيادة عدد الbits الموجودة في الaddress field لأن عدد الbits قلنا دائماً 2 مرفوعة لعدد الbits تعطي عدد الaddresses الممكنة إذن إذا كنا نريد addresses كثيرة يجب أن نزيد هذه الbits وحتى لا نضطر إلى زيادة الbits في الaddress field بعض الحاسبات تستخدم نظام الadressing mode لأنها تزيد عدد الaddresses بدون ما تزيد عدد الbits المطلوبة في حق العنوان ثلاثة most addressing modes modify the address field of the instruction هذه addressing modes بها نستطيع أن نغير في الaddress field بتاع الinstruction وبالتالي نوفر bits للفيلدس الأخرى مثل الoperation field أربعة the implied and immediate modes need no address field at all وهذه فائدة إضافية كنا أنه الموديفكيزن في الaddress field يعطي إمكانية للاستفادة من الbits التي كانت مستهلكة فيها في حقول أخرى من التعليمة مثل حق للعمليات وبالأخص هناك نوعين من أنواع الaddressing mode وهم الimplied والimmediate لا نحتاج فيهم أصلاً لأدرس فيه كما سنرى في شرحنا لأنواع الaddressing modes إذن هذه أربعة فوائد بسببها تقوم بعض الحاسبات باستخدام نظام الaddressing modes طيب definitions هناك تعريفات مهمة ستفيدنا في فهم العنواع المختلفة للaddressing modes أولاً ماذا نقصد بالeffective address The effective address is the address of the operant in a computational type instruction في التعليمات التي فيها إجراء عمليات نحتاج بيانات لنجري عليها البيانات أين نجد هذه البيانات؟ البيانات من المؤكد أنها مخزنة في أماكن داخل الحاصلة إما سجلات أو أماكن في الذاكرة العنوان الذي نجد فيه الأبران نسميه the effective address إذن the effective address هو الأدرس الذي نجد فيه الأبران طيب ما هو البروغرام كاونتر؟ البروغرام كاونتر هو سجل من سجلات الحاسب هذا السجل وظيفته أن يتتبع التعليمات الموجودة في البرامج المخزنة في الذاكرة is the register in the computer used to keep track يتتبع the instruction التعليمات يعني يعرف أنه أي تعليمة نفذت وأيها عليها الدور التعليمة التي ستنفذ لاحظة دائما نجد في البروغرام كاونتر رقم التعليم التالي طيب ما هو الـ index register؟ أيضا هذا أحد سجلات الـ CPU والذي نجد فيه index value أو قيمة مرجعية إذا صح الطعبير هذه القيمة المرجعية قد تكون المسافة بين الأول عنوان والعنوان الذي فيه البران مثلا في نظام data array أو مصفوفة من البيانات المهم أن هذا السجل سجل خاص من سجلات الـ CPU دائما يكون فيه رقم مرجع طيب الـ base register أيضا سجل خاص يستخدم لنوضع فيه base address أو عنوان أساسي هذا العنوان الأساسي هو الـ address field of the instruction الـ address field الموجود في التعليم دائما يعطي إزاحة منسوبة إلى عنوان أساس حين نجد العنوان الأساس نجده في الـ base register وإلى اللقاء في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر